بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين اليوم إن شاء الله نقدم لكم خبز يعني يصلح لأيام العيد إن شاء الله خبز ما شاء الله نحتاج في هذا المقادير جمغارف أعسل نحتاج ملعقة كبيرة خميرة الخبز ملعقتين صغار ملح ماء دافئ لدينا كأسين سميد رطب كؤوس سميد رطب وأربع نفس الكأس أربع كؤوس فارينة إذا نعود كأسين سميد رطب وأربع كؤوس فارينة إذا نحتاج زوج ملاعق لحظة وثث ملاعق مانقارين أو زبزة إذا نبدأ مباشرة قلنا جملاعق عاسل هذي نزيد لها ماء دافئ كما كنت شاهدوا ونفروا عليها الخميرات على الخبز ونخلوهم يتفعلوا بجيه إذا نخلطوهم ونخلوهم بجيه حتى يتفعلوا بأن نبدأ ونعجنوا هذا الخبز أنا قلت لكم يصلح أيام العيد خاصة في الشواء إذا نخلطوهم ونخلوه تخمر ونرجعوا فيما بعد إن شاء الله يا ربي إذا نخلطوه جيدا العسل يتخلط مع الخميرة والماء ونخلوه بجيه إذا بعد ما تفعلت مننا الخميرة نروح مباشرة المكونات نخلطوه وقلنا لفارينة لجمغار في اللحظة ل Quéسان جميعا وجميعا لفارينة زوج زوج صغار ملح المغرف yer ونأخلط نضيف المكونات اللي نشافها فيما بينها إذن حتى أني ندمت المكونات كلها فيما بينها ونضيف الخميرات على الخبز إذن نضيف شوية مع دافئ ونزيد الخميرة اللي تفعز إذن نحاول نشل هذا الإناء اللي درنا فيه الخميرة باش نسفد من الخميرة كلها ونبقى ونجمعه حتى نتحصله على عجينة طرية إذن نبقى هنا عجينة بهذا الشكل قلت ونزيده في الماء حتى نتحصله على عجينة طرية إذا راكوا تشاهدوا كيف شأناني نعجم إذا نسيت هنا باش نقول لكم ملعقة خل إذا نخلي هنا إذا كانت نوعية الفارينة والاسميد أن ماوش يعني من نوعية الجيدة تلقواها ممكن أن تشاهده بالكيلو الخل هذه تعطيلها يعني تخليها توليد أحسن كأنه هو محسن للخبز إذن هنا را نزيد ما زال الشخبز شوية نشف راح نزيد شوية ما حتى وقلتنا تنحصله على عجينة طرية راح نزيد شوية ثاني ما ما زالت شوية تخصها نبقى هنا أجنو فيها حتى نشوف راح ناب التي تحصلنا قولتها على عجينة طرية العجينة يتحصلنا عليها عجينة طرية مايش بزاف طرية كامل بسعان تكون نزيد وندخلوا لها ثلاثمها لاعق كبار ونتعلى مانقارين او الزبدة ونحاولو نستغلو طاولة العمل باش ندلكوها العجينة هذي حتى الزبدة هذي كتدخل داخل العجين بطريقة جيدة متعدش تتلاسق اذا نحن نحاول هنا ان ندخل الزبدة في العجين وبعد ذلك حنستعمل طاولة العمل ونبدأ ندلك العجينة جيدة متعدش تتلاسق اذا انتو ما تدلكوها اخوذو راح تقوم دلكوها انا يا بعد مدلكتها هالك هنا فوق طاولة العمرك وتلاحظوا شوفوا انا رجعت لاندمجة الزبدة ولت العجينة ان ما شاء الله طريها وان هاي الى ما شاء الله رشها بشوية برك فرينا ونحطها في المول هذا او في الينتاحة هنا وخلوها تخمر اذا نغطيوها دايما ونخلوها في الوينتاحات تخمر حتى يضاعف حجمها ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله يا ربي انها بعد ما خمرتنا العجينة اذا نحاولوا انه نرشوا طاولة العمل نهبطوا الخميرة بهذا الشكل نكسروا الخميرة ثم نبدو نديروا بولات او كوريات اذا كوريات صغار باش انا نقول لكم هنا باش نديروا مخبيزات صغار اذا بهذه الطريقة كما تشاهدوا نكوروهم حتى نكملوا الكمية كلها اذا نرشوا شوية برك فرينا ما كثروش بزبزة فرينا شوية فرينا باش ما تشد في يدنا انه العجينة هذي طريقة اذا حتى نكملوا الكامل لعملية احنا بعد ما درنا كورنا العجين راح نبدأ نفتح العجين كما راكوا تشاهدوه اذا بعد ما فتحنا العجين اللويه كما راكوا تشاهدوه وبعد ذلك اذا نزيد انا نحاول ان نجموه على شكل الخبزة اذا نحطوه في البلاع على ورق الزبدة اذا نواسطوه بهذه الطريقة نفتحو العجين كما كنت شاهدوه نبدأ ندور فيه بالعقل كشغل باقات وبعد ذلك اذا هنا حنديرها كشغل خبز الباقات صغير على ذلك اللي قلتكم انا نصرح هذا الصندويتش ولا كي نقلوه الكبدة ولا نشوه الحم يكون خبز ما عشاء الله اذا نحاولو فقط نخلوه المسافات لانه فيها الخميرة راح نزيد الضعف يعطينا ضعف العجين اللي يحطيناه على ذلك لازم دايما تبعدوه المسافات اذا راح ندير بهذا الشكل نحاول نشد الأطراف تاعه ونشكلوه على شكل باقات صغير انا شكلنا خبزات هان مدورين نحاولو نحاولو انو نفتحو العجين شوية بيدينا لانو باعك حين تفخونا وانتحصلو على خبز يعني حتشوفوه في نهاية الفيديو قلتكم خلوه المسافات بين العجين تاعكم لانو لو ما تخلوش المسافات حتلقوه متلاسقين كاما كي يخمرو اذا بعد ما قرصناهم شوية ندهنوهم بحبابيز نالها شوية ما ندهنو كل العجين بهذا الشكل ندهنو الوجه كامل باش يعطينا اللون هذا الذهبي هذا اللي بعدها راح نشوفوه وبعد ذلك نشدو اسكين يكون ماضي اذا نقطعو به العجين انا هنا حندير حرف الزايد اذا نفتحو العجين شوية من الفوق باش يجينا الشكل الجميل ولي باقات انق الطعوم عادي ها باذا الشكل سكين تاعي ان يعني حاد على هذيك مثل نرشو بشوية جلجلان وشوية سانوج باش يعطينا طعم واحد اخر ونعفو بليان منحية الصحية الصحية الجلجلان والسانوج يعني من احسن ذلالي ورخين تناولوه عنده فوائد كثيرة اذا بعد ما كملنا هذا العمل نخلوها تخمر حتى يعود يضاعف حجمها ونعود ونرجعوكم فيما بعد ان شاء الله اذا هنا بعد ما خمرتنا كنت شوفوا ما شاء الله نحطوها في الفرن طيب انو ميتين دراجة من تحتا ونزلت حمار من فوق وهاو الشكل اللي تعنا النهائي للخبز تعنا هالك خبز يعني ما شاء الله خبز طري الداخل انو كنمسوه يعاود يطلع من جديد يعني تحفى على هذيك اللي قدتكم ان يصلح لأيام العيد كنديرو خصحنا أيام العيد فيها غير القليان وشوية هالك الخبز تعنا ما شاء الله تقطعو كما اقدر خبز وديرو لداخل لداخل كبدة ولا ديرو لحمة لحمة شوي ولا مقلي تعفى هاو هنا صندويتش واحد اخر شوفوا هان خبز هنا اللي درناها طويل شوفوا لداخل اذا انتمنى انكم تجربوا الوصفة ما تعجزش علياني ما شاء الله خبز تعفى غير ان جربوه ما تخافوا شوفوا شكل تعو اذا كما حبيت يعود يرجع للمكانه اذا في الاخرين نتمنى انكم تجربوا الوصفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى ملتقى اخر ان شاء الله